مرحبا، اليوم نحن نحكي على واحدة من أسهل فياز للقدوم إلى نيوزيلندا نيوزيلندا هذه البلد الموجود بجنوب غرب المحيط الهادي وهي قريبة كتير على أستريليا هذه البلد اللي عاصمتها وولنكتن وعدد سكانها تقريباً 5 مليون نسمة الهجرة نيوزيلندا ممتازة لأسباب كثيرة أحد هذه الأسباب ارتفاع مستوى جودة الحياة بنيوزيلندا وهي مكان ممتاز للأشخاص اللي عندهم عائلات وحابين يربوا أطفالهم ببيئة مسالمة وما فيها أي مشاكل بالإضافة لهذا الشيء الشعب الودود وكمان مستوى درجات الحرارة اللي بيكون معتدل خلال الصيف وخلال الشتاء بيكون في تقلبات ولكن بالنسبة للأشخاص اللي ما بيحبوا البرد على سبيل المثال بيكندا بيكون معتدلة أكثر من كندا فعلى سبيل المثال ومقارنة سريعة بين مدينة ترانو هوم بيكندا ومدينة وولنكتن بنيوزيلندا اليوم درجة الحرارة بوالنكتن 16-17 درجة مئوية أما بي ترانو تقريباً 7-8 درجات حتى أسعار البيوت هي أرخص من ترانو اللي موجودة بي وولنكتن فعلى سبيل المثال 3 غرف وحمام أو حمامين بيكون سعرهم بين 700-800 ألف دولار أما بي ترانو هون تقريباً بيوصل للمليون دولار أيضاً مننتقل لفرص العمل فرص العمل حتكون أكتر بكتير بنيوزيلندا من كندا بسبب إليت عدد السكان وارتفاع عدد الوظائف المعروضة بالبلد لذلك ينصح أيضاً الأشخاص الذين لا يوجدون فرص في كندا ممكن أن يحاولوا بالتقدم لنيوزيلندا عن طريق هذه الفيزا دعونا نتحدث عن فوائد هذه الفيزا هذه الفيزا تستطيع تحولها إلى إقامة عمل إذا وجدت عمل خلال وجودك في نيوزيلندا هذه أول فائدة الشيء الثاني تستطيع أن تضلط للتشهور داخل نيوزيلندا كسائح أو أن تكون لديك أي أفكار أن تأسسها في نيوزيلندا يعني في عندك عدة خيارات لما تكون على هذه الفيزا كمان بالنسبة لتسعيرتها للحكومة النيوزيلندية تقريباً 211 دولار نيوزيلندي يلي بيجي تقريباً 130 دولار أميركي أما بالنسبة لما علشة الطلب حتكون كتير سريعة تقريباً 90% من الطلبات اللي عم تستلمون الحكومة النيوزيلندية عم تعطي قرارات خلال 12 يوم إلى 13 يوم يعني لما تقدم على الفيزا ممكن يجي كرت خلال أسبوعين كحد أقصى وهذا الشيء كمان بيجعلها أسرع من الفيزا الكندية لأنه في أشخاص كتير قدمناهم على فيزا نيوزيلندا حصلوا عليها بعدين حبوا يجوا على كندا كمان ممكن أنه نشتغل على هذا الطلب لكن يختلف من شخص إلى آخر مثل ما حكينا وشرحنا بفيديوهاتنا السابقة وبالإضافة لهذا الشيء طبعاً فيك تجيب أفراد إسرتك معك على هذه الفيزا فإذا حبوا أفراد إسرتك يجوا معك وعلى سبيل المثال أولادك يدوروا على عمل أو زوجتك حب تتابع الدراسة كمان هذا كتير بيفيدكم بموضوع الهجرة أو الاستقرار بنيوزيلندا وهلا بننتقل للشروط اللازم تكون موجودة عندك لتقدر تقدم على هذه الفيزا أول شيء لازم يكون عندك جواز سفر صالح وإذا كنت موجود خارج بلد الأم لازم يكون عندك إقامة صالحة على سبيل المثال مثل قطر مثل السعودية أو أي دولة أخرى مثل ما شرحنا وحكينا بفيديوهاتنا السابقة إذا ما كان عندك إقامة صالحة بهذا البلد ما بيسمح لك التقديم لهذه الفيزا وبتصير تضطر أنك ترجع لبلد الأم وتقدم منها لحتى تقدر تكون مؤهل لهذه الفيزا نوع الفيزا اللي نحكي عنها اليوم هي فيزا البزنس وأكيد أشخاص لح يتساءلوا أن فيزا البزنس بحاجة أموال كثيرة وحساب بنك كثير مرتفع لحتى يتم قبوله وهذا الكلام غير دقيق يعتمد على الأشخاص اللي هن عم يقدموا الطلب وعندهم خبرة كبيرة بالهجرة ليقدروا يعملوا الطلبات أو الأوراق أو المستندات المناسبة لحتى تكون مناسبة لهذه الفيزا ويكون عنده فرص كبيرة بالقبول ومثل ما حكينا طبعا سابقا تختلف هذه المستندات من شخص إلى آخر لهيك الحكومة النيوزيلندية ما حددت مبلغ معين لازم يكون بحساب البنك الخاص فيك وهيك هذا بزيد الفرص لكثير من الناس وطبعا مقبولة لأي جنسية والشي الرائي اللي بيميز هذه الفيزا انه انت ما لك بحاجة دعوة من صديق أو قريب بنيوزيلندا ما لك بحاجة دعوة تجارية ما لك بحاجة انه يكون عندك شهادات وما لك بحاجة ايضا انه يكون عندك لغة وانا بعتبرها شخصيا من افضل الفرص حاليا لانه الاشخاص اللي عم يقدموا على كندا وعلى امريكا ما حدا عم يفكر يقدم على نيوزيلندا الضغط عليها كتير قليل والفرص اللي عندها كتير مرتفعة وكمان معالشة الطلب كتير سريعة وطبعا مثل ما لاحظنا بهذا الفيديو ومتل ما استمعنا للمعلومات اللي حكينا عنها انها فيها فرص اسهل من كندا وطبعا حتى الاقامة اذا الواحد اقام بنيوزيلندا مدة خمس سنين بيقدر يقدم على الجنسية طبعا بكندا ثلاث سنين ولكن احيانا معالشة الطلب بكندا تحتاج سنة لسنة ونص لحتى توصل للجنسية فتقريبا فينا نقول متساويين بعدد السنين للوصول للجنسية وبعد ما حكينا عن فوائد وشروط هذه الفيزا سنترك بصندوق الوصف وبأول تعليق الموقع الرسمي للاشخاص اللي حابين يقدموا بنفسهم او الاشخاص اللي حابين يقدموا عن طريقنا بقدروا يتواصلوا معنا للتقديم بالنسبة للمستندات الاخرى طبعا ما حدر نحكي عنها بسبب اختلافه من شخص الى اخر فعلى سبيل المثال بعض الاشخاص بحاجة لرسالة تشرح وضعهم في بعض الاشخاص منهم بحاجة لهذا الرسالة بحاجة لبرنامج معين بتوافق مع الوضع اللي هن فيه فصعب انه نحكي عن مستندات معينة لانه كل مستندات تختلف مثل ما حكينا من شخص الى اخر ومن وضع الى اخر وهذا كل شيء لليوم حابين هذا الفيديو يكون سريع ومفيد اذا كان عندكم اي تعليقات او اقتراحات فيكم تركون بمكان التعليقات او تتواصلوا معنا على الواتساب او على موقعنا الرسمي شكرا كتير لكم وبتمنى التوفي للجميع وطعب يومكم